نعم خسر الهلال النتيجة ولكنه فاز بقلوبنا فاز بمحبتنا فاز باحترامنا فاز باحترام العالم كله العالم كله كان يتابع هذه المباراة لأنها على بطاقة نهاية كأس العالم الأندية ومع أفضل نادي في العالم للعام الماضي 2021 نادي تشيلسي وأفضل مدرب في العالم صحيح مش موجود لكنه هو مدرب هذا النادي